في رسالة نشرت على مواقع التواصل ونسبت إليه ناشد والد عماد أمهاز الذي اختطفته إسرائيل بإنزال بحري ناشد الحكومة اللبنانية والقوة الألمانية والبحرية اللبنانية ناشدهم العمل على تحرير ابنه من إسرائيل وإعادته إلى لبنان ونفى والد عماد أمهاز أن يقون لابنه أي علاقة بالأحزاب السياسية في لبنان مشيرا إلى أنه قبطان سفينة مدني ولديه ثلاثة أطفال وأن ما أعلن عن شرائح هاتفية عثر عليها في شقةه تعود لسفره المتكرر واشتراها من الدول التي سفر إليها للتواصل مع عائلته إلى ذلك روى أحد سكان المنازل المجاورة لمنزل الشخص الذي اعتقلته إسرائيل في عملية إنزال بحري في منطقة البترون في شمال لبنان روى تفاصيل العملية حيث أكد أنهم سمعوا أصوات اقتحام وطلب منهم عدم الخروج من منازلهم مدعين أنهم أمن دولة بحسب وصفه كما أكد أنه رأى مجموعة من الأشخاص قدموا إلى المبنى من جهة البحر وسط مطالبات للسكان بالبقاء داخل منازلهم نسمع خبطة قصر باب خلع باب بفيق على هذا الصوت بتوجه على الباب البيت اللي إلنا لأفتحه وأظهر بشوفش القصة وشوفش القصة فبسمع صوت عم بينقال فوت لجوة أمن دولي يعني أكيد كان في حدا قبل مني ضاهر عم بيتوجه له هذا الكلام فوت لجوة أمن دولي فبفوت ومن هون معاش شفت شو صار بحرم البنية بذهب لهون على البلكم مطعبا إحنا واقفين بلاقي حركة هون بالأصابات وبدأ من اتجاه البحر بعض الأشخاص عم تطلع حركة صوتهم إن كان الحشيش عم بيبين فبفجع كمان بتنعاد الجملة فوت لجوة أمن دولي لا تزالوا التقارير حول الإنزال البحري الإسرائيلي في البترون شمال لبنان تتوالى خاصة وأنها أدت لاعتقال المدعو عماد أمهز وهو ضابط بحري مدني صحيفة معارف الإسرائيلية ذكرت أن أمهز يعد من كبار الضباط في الوحدة البحرية لحزب الله مضيفة أنه يتمتع بأهمية استخباراتية عالية وأشارت إلى أن اعتقاله سيؤدي إلى تعطيل أنشطة الوحدة البحرية لحزب الله التي كانت تهدد المصالح البحرية الإسرائيلية وفقا للصحيفة كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية البترون خطط لها منذ فترة طويلة وأنها كان من المفترض أن تبقى سرية لولا انتشار تسجيل كاميرات المراقبة من جانبها كشفت تقارير لبنانية أن زوجة المختطف هي من أبلغت الأجهزة الأمنية بعد انقطاع التواصل مع زوجها لأربع وعشرين ساعة ما دفع بقوة الأمن الداخلي للتوجه إلى المكان واكتشاف العملية عبر فحص كاميرات المراقبة ورجحت التقارير وجود أشخاص في الداخل اللبناني تعاون مع القوات الإسرائيلية لتحديد مكان الضابط البحري والوصول إليه كما ذكرت أن العملية تبدو أنها تهدف للحصول على معلومات محددة من المختطف وهو ما دفع إسرائيل لاختطافه بدلا من قتله ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر قضائية العثور على شرائح خطوط أجنبية ووسائل تخزين بيانات اليو اس بي إضافة لجواز سفر أجنبي في شقة المختطف من بيروت ينضم إلينا العميد الركن المتقاعد سعيد القزح المحلل العسكري أهلا بك معنا سيد سعيد أولا أريد أن أسألك هذه العملية الإنزال البحر التي قامت بها إسرائيل كيف حدثت؟ لم يتم تداول في وسائل الإعلام بأنه تمت هذه العملية إلا عندما تسرب الشريط أو الصور على مواقع تابعة لحزب الله عن عملية الاختطاف أين الدولة اللبنانية إذا نفي من شواطئها؟ صباح الخير سيدة هاني صباح النور قيل قديما على لسان النبي محمد أن الحرب خدعة وبالخدعة والتضليل والتشويش والحرب الإلكترونية والتفوق التكنولوجي تستطيع التي تتميز بها إسرائيل تستطيع أي قطعة حربية أو أي سفينة مدنية أن تصل إلى مسافة ما من الشاطئ اللبناني وتنزل مجموعة الكوماندوس المشهورة في العالم كلها تنزلها بزوارك مططية وتصل هذه الزوارك السريعة جدا إلى الشاطئ وتكون بعمليتها الخاطفة وتعود أدراجها خاصة أن كما سمعنا أن هناك أشخاص كانوا يتكلمون اللهجة اللبنانية ويقولون أمن دولة فهم أيضا خدعوا السكان المحليين بالتكلم باللهجة اللبنانية وباعتبار أنهم جهاز أمني لبناني فإن استعرضنا نجاحات إسرائيل في العمليات الكوماندوس لا ننسى عملية فيردان بـ 73 ولا ننسى أيضا كيف أن عملية اغتيال أبو جهاد خليل الوزير في تونس حدثت بإنزال بإبرار بحري أيضا فهذه الأمور اعتاد عليها الجيش الإسرائيلي ووحداته الخاصة فهو ينجح دائما بنسبة كبيرة من الأطراف المتهمة في لبنان التي سربت معلومات أو إحداثيات تواجد أمهز في الشمال اللبناني هذه نقطة النقطة الثانية من وجهة نظرك لماذا لم تقدم إسرائيل على قتله إذا كان هو عنصر من عناصر حزب الله فاعلة ولديه قوة استخباراتية عالية إذا هي اختطفته ما هي المعلومات التي تريد أن تسحبها أو تحصل على هذه المعلومات منه سيدتي لا يمكن أن نتهم جهات بأنها سربت المعلومات هناك منذ بدء هذه الحرب اكتشفنا كلنا أن صفوف حزب الله ومحور ممانعة كله مخترك حتى من القيادة حتى أصغر عنصر فمن يستطيع أن يصل إلى مقر إقامة وحضور أمين عام حزب الله هذا لا يستطيع أن يعرف مكان أي عنصر يريده هذا أولا ثانيا سألتني السؤال الثاني إذا تسمحي طاعده سألتك أنه تم اختطاف المعلومات التي تريدها إسرائيل منه ولماذا لم تقدم على قتله إذا كان هو شخصية مهمة في المظومة البحرية للحزب لأهميته وللمعلومات التي يختزنها ولأنه بانك معلومات ومصدر غني بالمعلومات خاطرت إسرائيل وقامت بهذه العملية لأنها تريد استخراج المعلومات منه ولا تريد تصفياته أن كان صفية وقتلة لا يعد هناك أي منفعة منه إنما المنفعة هي بما قد يختزنه بمعلومات والفرضية الأكثر ترجيحا أنه نعم كان ينقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان وهذا ما نشرته وسائل إعلام العدو أنه كان ينقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان بوسط البحر فتريد أن تعرف إسرائيل كيف من أين متى ما هي الوسائل من يتعاون معه إلى أين يوصلها كيف يستطيع إدخالها كل هذه المعلومات يريدون معرفتها وهو حي له قيمة أكبر بكثير من أن يكون ميتا هو العنصر الوحيد في المنظومة البحرية التابعة للحزب الذي تتعقبه إسرائيل؟ لا نعرف لا نعرف طبعا لا بالتكهن طبعا لا ويمكن أن لا يكون هو عنصر منتسب إلى الحزب ولكن يمكن أن يكون يتعاون مع حزب الله لا أحد يعرف ولكن طبعا ليس الوحيد التي تتعقبه إسرائيل تتعقب كل القيادات حزب الله الميدانية والعسكرية والسياسية والصف الأول وحتى آخر عناصر موجودين بالميدان تتعقبهم إسرائيل وهي تلحقهم فإنه ليس الوحيد طبعا هو ولكن هو استطاع تحديد مكانه ويبدو أنه لديه معلومات مهمة أرادوا أن يوقفوا ويستخرجوا منه هذه المعلومات شكرا من بيروت العميد الركن المتقاعد سعيد القزح المحلل العسكرية